هذه المرة نصلت الدوء على حمية الحساء الحارقة للدهون فتاهم أنا حتى نشوف أخصائي التغذي ماريفال حرب شو خبرتنا عنا مثل ما تعودنا كل فترة بيصير في عنا نوع من الضايت الشائعة يلي بدنا نكون عم نحكي عنا غذائيا إذا هي مفيدة أو لا اليوم لح نحكي عن ضايت الشوربة أو الحساء اللي هو كتير شائع حاليا وكتير أشخاص بيعملوا بفصل الربيع كرميل يصلوا على الصيفية خسروا كتير من وزن شوربة عادة أن ضايت الشوربة في عنا نوعين نوع الضايت اللي بيعتمد فقط على الحساء أو الشوربة والضايت اللي مع الشوربة بيكون عنا بعض المأكلات المسموح فيها طبعا لحن نخسر كتير من الوزن على هيدا الضايت لأنه أول شي الوحدات الحرارية يلي عم نفوتها على جهازنا أقل من أنه نكون عم نأكل بجبات كاملة وتاني نقطة هي فكرة أنه نحن عم نملي معدتنا بشي ما فيه كتير كالوريس فبالتالي لحنكون عم نضعف أكيد ولكن مش شرط أنه نكون عم نضعف كميات 10 إلى 15 كيلو متل ما منشوف أيام دعايات فينا نكون عم نضعف أقل من هيك بس مهم ننتبه على شغلة كتير أساسية أنه هيدا النوع من الضايت بيحتبع على كميات كتير قليلة من المكونات الغذائية الفعالة والأساسية للبرفورمانس اليومية طبعنا فإذا ما فين نكون عم ناخده على وقت كتير طويل لأنه بيصير مدر للصحة وأكيد سألناها لمريبال أي أنواع من المرق ومن المفضل استخدامه فينا نكون عم ناخد كل أنواع المرقات الموجودة فيها البروتين يعني مرقة الدجاج اللحمة السمك وكمان الخضار لأنه نحن بحاجة للفيتامينات والمعادن الموجودة فيها أما الخضار يلي من المفضل استخدامه عند طهي هالأنواع من الحساء فهاكلت لمريبال وطبعا مع الحساء أو الشربة فيها نكون عم ناخد الخضرة ولكن مخترعي هيدا النوع من الضيط تفضلوا أنه يكونوا الأنواع الخضرة قليلة الكاربس ولكن احنا بنعرف أنه كل أنواع الخضرة تقريبا تشبه بعضها ففيها نكون عم ناخد البقدونس، الكرامب، الروكا، البقلة، الاسبانيغ، الملوخية، اللوبيا، الهندبة وأيضا فيها نكون عم ناخد الفجر، الأرنبيت، والبروكولي وطبعا سألنيها لمريبال إذا كنا عم نعتمد هيدا النوع من الحمية أي أطعمة من المفضل عدم تناولها؟ الأطعمة اللي يفترض أنه كنا عم نمتني عنا بشكل كامل بهيدا النوع من الديتس هن كل شيء مؤرمشات، تيبس، شوكولات، بزر، بزرات، كل شيء فيها ترانسفات أو أنواع الدهون الغير صحية، أيضا المهم نبتعد عن الكورنفليكس، الويفرز، عن اللبن، اللبن، الكريمة، كريمة القهوة كلهم ممنوع نكون عم ناخدهم، حتى بهذا الديت ممنوع نتناول الفواكة منحكي تفاح، موز، ليمون، كيوي، تمر، زبيب، مش 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 مجفف، تين، فراز، أناناس، كل أنواع الفواكة ممنوعة بهذا النوع من الديتس وتابعت مريبال بحديثة وحب تخبرنا أنه في بعض الأطعمة أو الفواكة ممكن نستعين فيها لتحضير الحساء في كثير من الأنواع للحساء اللي فينا نكون عم نحضره ولكن من الشائعين عنا شربة الملفوف أو الكرامب اللي ناخد فيها الملفوف مع البهارات في عنا أيضا شربة البصل فينا نكون عم نتناول شربة اللحمة مثلا مع الفطر والبندورة ولكن مش كرامة الفطر بأننتبه على هيدا الموضوع أيضا به هيدا الأنواع الديتس فينا نكون عم ناخد الشربة اللي بتحتوي على الفاصولية أو اللوبيا الخضرة فإزا هول أنواع حساء شوي فيهم مقونات غذائية أو غنية بالمقونات الغذائية أكتر مثلا من الشربة اللي باس خضرة لأنه فيها الخضرة وفيها البروتايينات وشوي من النشويات اللي هي كمية كتير قليلة الموجودة بالفاصولية وأخيرا لازم نعرف أنه نحن لما نكون عم نتبع هيدا الأنواع الحميات ما فيها ناخدهم لوقت طويل لأنه بيأسروا على حياتنا اليومية على صحة الدماغ، النظر، السكن عنا لأنه في عنا ريسك اللي يكون في عنا نقص كبير بالفيتامينات فإذا المهم أنه ناخده لأسبوعان مش أكتر إذا نحن حبين نكون عم نتناول هيدا النوع من الدايت وأخيرا دايما ومنذكر أنه النوع اللايف ستايل الصحي هو النوع المثالي إذا ما يكون عم نخسر وزن وبختم حديثنا مع المريبال أكيد سألناها عن النظام الخاص بالحساء الحارق للدهون أما بالنسبة للنظام الغذائي أو التوقيت بهذه الأنواع من الدايت فيه كمان عنا عدة دايت فيه يكون عم نتناوله على الظهر وعشية الحساء يعني بوجبتان وباقي الوجبات خلال نهارنا بتكون بروتيين فيها نكون عم ناخد بس بيور شربة خلال نهارنا وفيه عنا أنواع من الدايت اللي بتسمح أن نكون عم ناخد شربة بأي وقت نحن بنكون جعانين فيه يعني فيها نكون ناخد كميات كتير كبيرة ولكن من الشهر بدون إدخال أي نوع آخر من المأكلات الثانية على نهارنا عادة هيدول الأنواع الدايت منتناولهن لأسبوعين مش أكتر طبعا لأنه مثل ما قلنا عندهن سلبيات على جسمنا